في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وطبقاً للقرار الصادر عن السلطات العليا للبلاد برمجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران مداهمة واسعة النطاق استهدفت النقاط السوداء وبؤر الإجرام بحيث أسفرت هذه العملية بنتائج إيجابية المتمثلة في توقيف خمس أشخاص مسبوقين قضائياً محل أوامر عدلية وكما تم حجز 60 قرص مهلوس من نوع كتيل بالإضافة إلى حجز دراجة نارية وسيارة سياحية من نوع شيفرولي مبحوث عنها فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضايا المختصة ويبقى الرقم الأخضر 10.55 تحت تصرف المواطنين للتبلغاً مثل هذه العصابات